من بغداد مع الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الخبير الأمني والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور واثق لو ممكن أن نبدأ بموضوع خسارة داعش للموصل لماذا التي تتسع طبعا دائرتها يوما بعد يوم في الآونة الأخيرة لماذا لن يكون داعش قادرا على الاحتفاظ بالموصل لفترة أطول وفق كل ما لدينا من معطيات مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام أكيد مجمل عوامل نبدأها بداعش أولا اللي عندما احتل هذه المناطق مارس يعني أصر إلى ما قبل التاريخ عملية ظلم قتل اقتصاب للمواطنين دمر الحضارة الموجودة وخاصة في مدينة الموصل المراقب الدينية الآثار وبالتالي كل سياسة كانت سياسة غير مرضية للمواطنين أيضا قضية ثانية هو موضوع التعاون الدولي يعني التعالف الدولي اللي موجود الضغط على الدول الأخرى في ضبط الحدود تطبيقات مرسل أمن مستوى المتطوعين اللي وصل إلى درجة صفر موضوع التبيض الأموال التي كانت تصل إلى التنظيم هاي كلها معتيات سهمة فضلا عن القوات العراقية اللي استعادت عافيتها وبدأت عمليات كبيرة جدا بالتعاون مع الأهالي بالتالي الرسالة التي وصلت في المناطق اللي تم تحريرها وخاصة الضفة مصر من المدينة الموصل تؤكد أن هناك حياة جديدة تنظر العراقيين عودة للحياة الطبيعية بكاملها عودتهم للمجتمع العراقي بشكل جديد عمليات التعاون أيضا والتماجدة الاجتماعي ستعود مرة أخرى إلى أي درجة ما يحدث في الموصل سيكون له تأثير كبير ووقع لما بعد الموصل لداعش لما بعده من جماعات متشددة أخرى حتى كما ورد بتقريره كما ذكرت حضرتك إذا ما اختصرنا وجود داعش احتلال داعش للموصل نتحدث عن استهداف مراق الدينية تدمير آثار معاناة موت ودمار للمدنيين فقط يعني أكيد أنا أعتقد اليوم التجربة المريرة اللي مر بها الشعب العراقي أيضا أرسلت رسالة إلى دول المنطقة والعالم أن التنظيمات الإرهابية لن يكون لها مكان في المستقبل ستكون مرفوضة لأنها ضد الإنسانية أولا والمارسات اللي مارسوا في المناطق اللي احتلوها كانت جرائم بشعة تسجل لهم لذلك أنا أعتقد أنها كحالة رفض مجتمعي لهذا الأمر رفض للمنبر الديني المتطرف أيضا ثانيا وأيضا موضوع اتعادة المواطنة التعاون الروح الإنسانية اللي موجودة هي اللي يجب أن تعود وأيضا هي رسالة مهم للسياسين في العراق أن يبدأوا بداية جديدة مع ما بعد داعش مرحلة ما بعد داعش في تحقيق المصالحة المجتمعية أولا اعمار المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش إعادة النازحين إلى مناطقهم أنا أعتقد هي قضية مهمة جدا تحتاج إلى استراتيجيات تحتاج إلى تعاون دولي في هذا الاتجار طيب مع كل هذا وفي طريق للوصول إلى ما بعد الموصل تأثير خسارة داعش للموصل بالتنظيم وبالإرهاب بشكل عام ولكن بالمراحل الأخيرة لازلنا نتحدث عن صعوبات في المرحلة النهائية لاستعادة الموصل من احتلال داعش كيف يمكن أن نلخص هذه الصعوبات في المعركة؟ ما الذي يمكن أن نشهده كممارسات من قبل هذا التنظيم الإرهابي في هذه المرحلة؟ تفضل نعم يعني حضرت تشتعرفين الآن ما بقى في الضفة اليمنى هي آخر ما تبقى لمواتسمى بدولة الخلافة الآن يعني قبل قليل هناك معلومة أنه بدأ أن يلحم البيبان الموجودة في الدور حتى يبقى المواطنين مسجونين في داخل بيوتهم ولا يخرجوا في الضفة اليمنى المناطق الموجودة مناطق ضيقة لا تدخلها العجلات المسرفة أو المدولبة المعركة صعبة جداً لكنها ستنتهي قريباً ربما خلال الساعة القادمة سيتم تحرير جامع النوري وبالتالي ذات حرر ستكون ضربة موجعة لهذا التنظيم لكن أنا أعتقد الأهم بالنسبة إلى العراق والعالم أن التنظيم لن ينتهي بنائي تعسكريين موضوعة محاربة الفكر هي العملية القادمة في ظل وجود خلائي نائمة في العراق في دول المنطقة وفي العالم وتحتاج إلى جود وتعاون دولي كبير في هذا الأمر جامع النوري هو أبرز وأصعب ربما للمحطات بهذه المرحلة لأنه طبعاً أخذ الكثير من الوقت وفي ساعة قليلة تتحدث حضرتك وبشكل عام نتحدث عن ثلاثة أسابيع تقريباً يتوقع لختام هذه المعركة لأيمن الموصل صحيح؟ بالتأكيد صحيح لأنه أنا قلت الأحياء ضيقة الغاية لكن التكتيك الذي تخدمه الآن خلال الأسبوع الماضي كان مهم جداً كان هناك تطويق لكل الضفة اليوم المتبقية من كل الجهات عملية تحرير مدينة الحضر ربما تتبعها البعاج لذلك أنا أعتقد استخدام الأسلحة الذكية التي بدأت استخدمها القوات العراقية والتحالف الدولي ستكون حازمة في المرحلة المقبلة وأنا أعتقد تحرير الحدباء وجامع النوري ستكون الضربة النهائية لتنظيم داعش لتمثله جامع النوري فدرمس كبير لأن المجرم البغدادي ألقى كلمة الشهيرة من هذا المكان خسارة لهذا المكان يعني نهاية تنظيم داعش في العراق إن شاء الله أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور واثق الهاشم رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الخبير الأمني والاستراتيجي شكرا دكتور واثق